الأسبوع الثاني عشر من الحمل أعراض الحمل في الأسبوع الثاني عشر تشمل بعض الملاحظات الهامة في المرحلة ما يأتي بعد أن أصبحت في الأسبوع الثاني عشر من الحمل وأنهيت بسلام الثلث الأول من الحمل فأنت تشعرين إنك أفضل قليلا من أسابيع الحمل السابقة إذ تقل الحاجة إلى أتبول وتكون مشكلة الغثيان أقل ويكون هناك طاقة أكثر قد يحدث في هذه المرحلة بعض التغييرات الهرمونية التي يمكن أن تسبب شعور بنقص الهواء لذلك من ألمهم التنفس بعمق وعدم القلق فهذا مجرد شعور قد تبدى مشاكل أخرى بالظهور في هذه الفترة مثل الحرقة، الأم الظهر والتورم وظهور خط بني في مركز البطن يكون احتمال حدوث الإجهاد في الثلث الثاني من الحمل أقل منه في الثلث الأول من الحمل إذ أن الرحم قد ارتفع فوق عظام الحوض ويمكن الشعور بذلك من خلال الفحص الخارجي تطور الجنين في الأسبوع الثاني عشر من الحمل يكون تطور الجنين في الأسبوع الثاني عشر من الحمل كما يأتي يصبح وزن الجنين حوالي أربعة عشر غراماً وطوله حوالي خمسة فاصلة أربعة سنتيمتر تتطور معظم أجهزة الجسم بشكل جيد مثل الدماغ والأعصاب كما تبدى العضلات تبدى بالعمل فالجنين الآن قادر على شد وإرخاء قدميه ويديه تكون عظام الجنين أقوى ويبدى بالفعل بإظهار تعابير الوجه تظهر براعم الأسنان العشرين لتستقبل الأسنان التي ستنمو مع تقدم الحمل يحدث تباطئ في نمو الرأس نسبة لباقي الجسم معلومات هامة حول الأسبوع الثاني عشر من الحمل لا يوجد أي تغيير في التوصيات أسريرية بالنسبة للأسبوع القاني عشر عما كانت عليه في الأسبوع السابق والتي تشمل ما يأتي الحرص على إجراء اختبار الشفافية الألقفوي للكشف عن العيوب الخلقية في الجنين الحرص على إجراء اختبار الشفافية الألقفوي وهو فحص باستخدام الموجات فوق الصوتية الذي يحدد النساء المعرضات بشكل كبير لمخاطر إنجاب أطفال مع عيوب كروموسوميا مثل متلازمة داون، عيوب القلب وغيرها أثناء اختبار الشفافية الألقفوي يتم قياس حجم الجنين ويتم قياس سمك المنطقة الألقفوية الشفافة للموجات الصوتية لدى الجنين والموجود فيها سائل الرقبة اللمفاوي ثم يتم حساب مد احتمالية إصابة الجنين بآية عيوب كروموسوميا ترتبط بالجهاز العصبي الحرص على تناول المكملات الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد الاستمرار في ممارسة الرياضة المناسبة للحمل والحفاظ على نظام غذائي متوازن من أجل أن توفري لك ولجنينك الصغير كل الشروط اللازمة للتطور السليم والصحي